مرحبا انا دم تيك بويس و اهلا فيكم في فيديو جديد اول شي وش رايكم فيه و انا بشتي في عز الصيل عموما بهذا الفيديو راح اتكلم عن الجوالات اللي فيها كامرتين في ناس لاحظت بانهم يعتقدون بانه اوي اي جوال في كامرتين هذا معنات انهم كلهم يحملون نفس الخصاص وهذا الشي مو صحيح ترى يعني لما تجي انت بغا تختار جوال لازم تعرف ايش احتياجاتك وتعرف ايش فايت الكامرتين مو بس تقول كلها فيها كامرتين معناتها متساوية خلينا نبدأ نشوف مثلا الجي جي فايب جا فيه كامرتين لكن فكرتها كانت مختلفة الفكرة انه في عدسة واسعة وعدسة ضيقة الواسعة راح تقدر تصول لك محتوى اكثر في الصورة اكبر بدون ما ترجع للخلف وهذه مو موجودة تقريبا في الاجهزة الثانية اللي فيها كامرتين خلينا الان نجيلي الايفون 7 بلس صحيح جا فيه كامرتين مثل معظم الاجهزة ولكن الفكرة كانت مختلفة تماما الكامرتين هالي لها فايتين الفايدة الاولى هي التقريب واذا تتبعها تفاصيل اكثر عنها تقدر تشوفها في المراجعة لكن الفايدة الثانية واللي ما كانت في المراجعة لما توفرت وقتها والان توفرت بس بشكل تجريبي ما زالت ليست النسخة النهائية وهي ميزة العزل كثير مني يحب الميزة العزل انك تصور في انستغرام اي مكان لكن يطلع لك صورة معزولة من الخلف وطريقة جمالية مثل الكاميرات الاحترافية وهذا فيديو نعم نسكتها ولم وصل التجريبي وجربتها كثير وراح بدا تتكلم عنها بالتفصيل اول شغلة لما تفتح تطبيق الكاميرا في ايفون 7 بلاس راح تلاحظ بانه ميزة العزل هي موجودة عن طريق وضع اسمه بورتريت يعني تقدر انت تختار هل تبغى تستخدم هذا الوضع او تستخدم الوضع العادي وقت ما تحب هي مو شغلة موجودة افتراضيا بالجهاز او شغال 24 ساعة مثل ما يتوقع البعض الشغلة الثانية لاحظ بانه فيه فرق بين التصوير العادي وبين البورتريت البورتريت راح تلاحظ بانه يقرب لك اكثر الصورة اقرب من الصورة العادية بكثير لما تجي تحاول تصور اي شيء وتعزله راح يعطيك ارشادات الجهاز راح يقول لك ارجع ورا او قدم قدام راح يقول لك ايضا اذا كانت الاضاءة ناقصة وهذه شغلة مهمة لاحظتها لانه لاحظت بنسخة تجريبية الاولى الان مازال ما تقدر تصور براحة تامة لما يكون الاضاءة منخفضة لازم تكون اضاءة ممتازة عشان تقدر تستخدم هذه الخاصية هذا مو معنى انك ما تستخدمها في اضاءة منخفضة قدرت استخدمها وطلعت ببعض الصور اللي راح اوريكم اياها ولكن تعاني شوي الان انا اتمنى انه في النسخة التجريبية الثانية والثالثة والرابعة يكون ابل ناوية فعلا ان اتحسن هذا الموضوع خلونا نجي نشوف ايش الصور اللي اخدتها بهذه الكاميرتين من ناحية العزل اول صورة مثلا عندك هذه السماعة الخضرة وهذه قبل العزل لكن لاحظ طبعا في عندك حوسة كثير بالخلف لكن بعد العزل راح تلاحظ بانه فعلا انعزلت وصار في فرق ممكن تلاحظ فيه اجزاء من هذه السماعة انعزلت ويعني هذا يعتبر خطأ لكن في نسخة تجريبية الاولى ممكن ان يمشيها لهم واتمنى ان مثل هذه الشغلات تنحل مع التحديثات لانه الى الان ما زالت تجريبية لما نجي مثلا نتكلم عن صورة اخرى اللي مثلا هذه النبتة اللي انا صورتها راح تلاحظن هذه قبل العزل وأما الان بعد العزل ونعم راح تلاحظ فيه فرق ننتقل الى صورة هذه الوردة وهذه ايضا قبل العزل وبعد العزل صارت بهذا الشكل صارت اجمل طب تعالوا ننتقل له accessed الصورة الحلوة هنا عندك عدسة وعندك جنبها ساعة زمنية لاحظوا ان كلهم على نفس مستوى القرب يعني كلهم جاجزين جم generalized وفيه وراهم اشياء هذه قبل العزل بعد العزل راح تلاحظ أن الأشياء اللي بالخلفية نعزلت بالفعل لكن العدسة والساعة ما نعزلت ليش؟ لأنهم كلهم على نفس مستوى القرب فبالتالي الأشياء اللي جان بعض تقريباً ما راح تنعزل لأنه فكرة هذه العدستين تقدر تعرف إيش أبعاد الصورة فبالتالي هي تدرس أبعاد الصورة تبدأ تعزل الأشياء اللي بالخلفية مو الأشياء اللي جان بعض الشغلة اللي لاحظتها بشكل عام إنه لما تستخدم وضع العزل جودة الصورة تنخفض شوي مقارنة بلما تستخدم الكاميرا العادية وخصوصاً مثل ما قلت لكم إنه ممكن تعاني شوي لما تكون الإضاءة منخفضة فبالتالي الجودة تنخفض شوي مثلاً عندك كوب هذا القهوة هو قبل العزل لكن بعد العزل راح تلاحظ بأنه العزلة الخفية بشكل حلو لكن الجودة بشكل عام قليلة ولاحظوا بأنه جميع هذه الصور اللي أنا استعرضتها اللي قبل وبعد فعلياً فكرة الجهاز إنه إنت لما تصور صورة معزولة هو يعطيك الصورتين صورة قبل وصورة بعد العزل لهذا الجودة منخفضة شوي ممكن تلاحظ فيها لكن لما تصور بالوضع العادي اللي هو الفوتو راح تلاحظ بأنه الجودة أعلى التفاصيل أعلى الآن أعيد وزيد بأنه هذه الخاصية ما زالت بيتا 1 يعني النسخة التجربية الأولى ولما يقولون أبل بيتا 1 هذا معنى أنه في احتمال بيتا 2 3 و 4 إلين توصل إلى النسخة اللي هي تشوفها مستقرة وتشوفها كويسة النسخة بشكل عام أو الميزة بشكل عام حلوة أعجبتني فكرتها ممكن تعطيك نتائج حلوة فيها شوية أخطاء حاليا ما زلت أتمنى أنها تتحسن في الإضاءة المنخفضة بالنسخة النهائية هذه فكرة العدستين في الآيفون 7 بلس وهذه أحد فوائدها مزيد من التفاصيل عن الكاميرا الآيفون 7 بلس لا زل ستشوف المراجعة من هنا وترى في آيفون 7 مجاني بهذاك الفيديو وتكلمنا عنه راح نعطيها لأحد المتابعين أشوفكم في الفيديو القادم أنا أدهم ركيب لا تنسى لايك على الفيديو عشان تدعمنا وسبسكرايب وأشوفكم فيديو قادم مع السلامة